يوم غد الوزراء ساذبوا إلى وزراتهم لاستكشاف الوضع والاستطلاع على ما هو قائم وتقديم تقرير للمجلس الوزاري ولدولة رئيس الوزراء عن الوضع القائم بدون أن يكون هناك أي شيء من أشكال الغوص والغرق في تفاصيل ربما تعقد بعض الأمور إحنا مهمتنا أن نسهل مشوار المصالحة وأنها الانقسام بتقديري بأن هذه جولة استكشافية لمجلس الوزراء وللحكومة سيبنى عليها ومحصلة ذلك ستذب إلى الحوار القاهرة الذي سيتم بعد أسبوع أو ما يقارب ذلك بيننا وبين الإخوة في حركة حماس وستطرح كل الأمور جدوى الأعمال مفتوح كل القضايا المعقدة ستكون على طاولة البحث بيننا وبين الإخوة في حماس ومن ثم سيكون هناك اجتماع فصائل لتحضر كل فصائل العمل السياسي الفلسطيني للخروج بصيغة شاملة لمفهوم الشراكة السياسية وإنهاء الانقسام كان يخرج من قطاع غزة يوميا من أربع إلى خمس تلاف شخص اليوم بخرج ستمية إلى سبعمية شخص فقط هذا دليل على أن الحصار يوميا يشدد على قطاع غزة من جانب الإسرائيليين وإحنا متبعين هذا المالف ولكن أنا بعتقد بأنه في حال الوصول إلى اتفاق بالمصالح وإنهاء الانقسام سيكون في هناك حالة من الضغط الدولي والإرادة الدولية في تحميل إسرائيل دون ذرائع الآن ربما إسرائيل لديه 100 ذريعة ممكن تحكي فيه موضوع الحصار المفروض على قطاع غزة ولكن في ظل الانقسام أنا بعتقد بأنه كل الذرائع أمام إسرائيل ستسقط أمام المجتمع الدولي وستضطر أن ترفع هذا الحصار الظالم على قطاع غزة